اشتركوا في القناة في مجال السد القصصي وحدات المثيرة اللي راح يعيشها اللاعبين طبعا زي ما انتم عارفين بعض الاعلاميين قدر ان يجرب بعض المهمات اللعبة مؤخرا من بينهم اليوتيوبر اللي هو دريفتور اللي يتمكن من تجربة مهمتين في اللعبة الجديدة وتحدث بشكل واضح عن مدى النقلة الجديدة في جودة رسمات اللعبة اللي راح تخلي اللاعب يحس بواقعيتها والأحداث الدموية واحد المشاهد اللي يتحدث عنها دريفتور هو مشهد نوروسيان الشهير واللي يعتبر من اكثر مشاهد اللعبة الدموية واثارة للجدل وصف انه اصبح كأن مشهد من احد افلام بيكسارة لعالة الجودة ويظهر فيها مدى العنف والدموية فيه طبعا نعلق الجول انزل المخرج الفني للعبة ان الاحداث والاخراج الفني للعبة يعني اصبح ناضج عن اي وقت مضى علشان كذا قمنا بتقديم افضل جودة رسومات واقعية يمكن ان نتوصل اليها حتى الان في اللعبة ويخلون اللاعب يعيش اللحظات بواقعية كبيرة قدروا الامكان طبعا جايكوب منكوف مخرج اسلوب اللعب قال ان العديد من اللي يتمكنوا من تجربة اللعبة حسوا او شعروا بالبكاء بسبب اخراج المتقن والواقعية الكبيرة اللي تقدمها اللعبة في سرد الاحداث واضاف ان الامر اصبح اكثر نضوج الان ويجب ان نضع كل طاقتنا للعكس لنعكس الصورة الواقعية الحقيقية لبشاعة الحروب واجوائها طبعا قال ان هذه هي المرة الثانية اللي رح يشهدها مع الفريق ويتخذ فيها قرار عدم الخجل او الخوف والمضي في تقديم الحقيقة كاملة مثل ما هي في ارض الواقع طبعا جايكوب قال انهم اعتمدوا على الابحاث واستجارة الخبراء في تطوير اللعبة والتزام بقترحاتهم وراءهم عشان يطلعون بتجربة هي الاقرب للواقعية واضاف ايضا ان في تغييرات ديناميكية في الاحداث رح تعتمد على اسلوب كل لعب طبعا تخلى انفينيتي وورد تخلىوا عن طور الزومبي والباتل ريال في كلف ديوتي مدر وارفير وخلوا كل تركيزهم على طور القصة اللي رح يكون له دور كبير في تقديم افضل تجربة سرد قصة في تاريخ سلسلة العاب كلف ديوتي طبعا وانا يعني من كوني محبين لعبة كلف ديوتي مدر وارفير اشوف ان متحمس جدا جدا لطول القصة حسب يطلع جدا خرافي وانا رح تنزل اللعبة في تاريخ 25 اكتوبر ايضا اتوقع ان اللعبة ممكن تنحجب عندنا في السعودية ممكن في بعض دول الخليج واذا عجبكم المقطع تنسوا الليك واشتراك بالقناة في عزيزة التنبيهات وعطونا اراكم تعليقاتكم في الكومنتات تحت وفي امان الله اشتركوا في القناة